السلام عليكم السلام عليكم نستكمل في الفقرة مع لباسي كومبوزي لباسي كومبوزي او او اتر لذا طبعا في الفقرة سنفرق اكتر بين استعمال être أو avoir في le passé composé أعيد فأذكر بأن le passé composé هو زمان مركب مركب من l'auxiliaire, avoir أو être زائد le participation الخاص بالفعل طبعا le participation نحصل عليه من جدول الصرف عندما نتكلم عن الأزمان المركبة le passé composé هو واحد منها رأينا فيما سابق مثلا le plus parfait إذن le plus parfait تكون عندنا l'auxiliaire في l'amparfi اللي هو زمان بسيط l'amparfi طبعا ما تنصرف في شي فعل تكون زمان بسيط ما تكونش في l'auxiliaire مثل ومثل le présent مثلا تناخدو l'auxiliaire في l'present اللي هو زمان بسيط زائد le participation وكل أزمان المركبة تتكون من زمان بسيط طبعا ya present أو l'amparfi أو le feature simple زائد le participation طبعا مثلا le feature anterior تكون عندنا l'auxiliaire في le feature simple زائد le participation وتنحصل على le feature anterior تنتكلم على واحد الحادث في المستقبل تيسبق حادث آخر في المستقبل في الحالتين نتكلم عن المستقبل لكن هناك حادث يسبق آخر في المستقبل صرف الأفعال عامة يتكون من أزمنا بسيطة وأزمنا مركبة والأزمنا المركبة دي ما تيكون فيها أكسيليار زائد le participation تيبقى فقط هذا الأكسيليار إمتن ستعمل être وإمتن ستعمل avoir إذن هذا الذي سنرى هنا مثلا عندنا في الجملة الأولى أل إيكريغ اللاتر ألوغبار هن ثم عندنا فيه الكتابة اللاتر ألوغبار طبعا نتكلم هنا ألوغبار سيكم بوزي المقصود بها هن كما نقول ثم عندنا إيكريغ يعني كتابة اللاتر ألوغبار رسالة لأبائهن رسالة لأبائهن عندنا واحد المجموعة دي اللي بنات مثلا كتبوا رسالة الوالدين ديالهم مجموعة طبعا إيكريغ سيصرف الباسي كومبوز المقصود به بأن هن هن كتبن رسالة إلى أبائهن إذن ماذا سنقول هنا طبعا هن كتبن رسالة هن كتبن رسالة لسن هن اللواتي كتبن لسن هن اللواتي كتبن إذن ماشي هما لتكتبوا بل هما كتبوا رسالة إذن المقصود بهنا سنستعملوا لكسرية أفوار أما لستعملنا أتر سنقول بأن هن كتبنا رسالة وهذا لا يصح إذن سنقول ألزان إكري ألزان إكري اللاتر ألوغبارن ألزان إكري اللاتر ألوغبارن هن كتبن رسالة لأبائنا وطبعا كما تلاحظون مادام استعملنا أفوار ما شاء طبعا إكري غيبقى عادي يعني الفعل المتمثل في البارتسيباسي أنه ما تتزاد ولا أس ولا أ إلا في حالات أخرى سنعرفها أما في الحالة التي عندنا هنا فلا يتغير هذا البارتسيباسي مادام أن الفعل مصرف مع مع الأكسلير أفوار ثم عندنا تي ونالوغ أفوار الفيلم على طالي أنت أو أنت رأيت أو رأيتي الفيلم على طالي طبعا عندنا أفوار رممكن يتصرف الفيزون ممكن يتصرف الفيزون ولكن المطلوب عندنا هنا طبعا أن يصرف لباسي كومبوزي المقصود بأننا سنقول أنت أو أنت رأيت أو رأيتي كون كانوا طالبا مننا البخيزون سنقول أنت أو أنت ترى أو ترين ترى أو ترين لو كان مطلوب مننا مثلا الفيتي سامبل هنقول أنت أو أنت سترى أو سترين الصرف عنده معنى مالي تنصرفه في باسي كومبوزي يعني تكون عدوه وحد المعنى بعد معرفة المعنى بعدها نحدد طريقة الكتابة نحدد طريقة الكتابة طبعا سنستعمل لكسيليار فالبخيزون ففي حالة لباسي كومبوزي سنستعمل لكسيليار فالبخيزون مع تي ثم نضع لباسي باسي الخاص بالفعل المراب تصرفه أولا نحدد لكسيليار مدام أنت رأيت فيلما إذن أنت رأيت شيئا آخر لست أنت المرئي إذن فد الحالة سنستعمل لكسيليار أفوها إذن سنقول تيا إذن جاي تيا إذن سنستعمل لكسيليار أفوها في البخيزون طبعا أفوها في البخيزون نقول جاي تيا إذن سنقول تيا بعدها سنضع لباسي باسي الخاص بفعل تبعا طبعا في الصرف لباسي باسي هو في تيا في أنت رأيت الفيلم الاطلي أنت رأيت الفيلم على الشاشة أو على التلفزة ثم عندنا إيل آغيفي طبعا إيل يعني هم عدنا إيل باس كما تلاحظوا آغيفي يعني واصال إذن المقصود بأننا سنقول هم واصلوا المقصود هنا أن نقول هم واصلوا آغوطار آغوطار متأخرين كما نقول هنا في تأخر النهم هم واصلوا في تأخر المقصود هم واصلوا متأخرين إذن ماذا سنقول هنا طبعا أولا نحدد لكسيليار واش أفوار ولا أتر نتحدث عن لباسي كومبوذي إذن سنستعمل لكسيليار يا أتر يا أفوار البريزون زائد لبارتسيباسي الخاص بفعل آغيفي كما عندنا هنا أولا سنستعمل أتر لأن الوصول يتعلق بهم لأن الوصول يتعلق بهم هم إذن سنقول هنا إلسان إلسان طبعا جسوي تيي إلي نصم بوذي إلسان إذن إلسان آغيفي إلسان آغيفي وهنا خسنا الرد البال الفعل المصرف مع أتر غي تأتر بالسيجي غي تأتر بالفاعل إذن طبعا إل آغيفي طبعا أكيد سنوضيف أكيد سنوضيف أس الخاصة بالجمع ثم عندنا لكاترين فراز ج أنتري في عل داخل دون لشانب في الغرفة أنا المقصود أن نقول هنا أنا دخلت في الغرفة إذن نتكون من لكسيليار البرزن طبعا هنا نحدد لكسيليار إذن سيكون أتر أنا الذي دخلت ولست أنا الذي أدخلت غير بالحد سأتجمعني أنني دخلت شي حاجة أو دخلت أنا أنك أنت دخلت شي حاجة أو أنت دخلت أنهم أدخلوا شيئا إلى الغرفة مثلا أدخلوا كراسي أو أنهم دخلوا بأنفسين فدلحالة كما تلاحظوا بأن لوفير أكيد أنه يصرف مع ومع حسب المعنى طبعا بحل اللي عندنا كما عندنا هنا ج دون الشامب إذن طبعا واضح بأن لوفير أنت في الحالة واضح بأن لوفير أنت سيصرف مع لأكسيليار أتر لأن هنا لم نقل بأن أدخلنا كراسي أو أدخلنا طاولات أو أدخلنا شيئا إلى الغرفة كما نلاحظ عندنا ج ثم أنت دون الشامب إذن واضح بأن أنا دخلت إلى الغرفة إذن سنقول هنا ج ثم نصرف لوفير أتر في البخيزون ج سوي ثم نأتيب لفعل أنتر إذن طبعا إذا كنت بنت سأقول ج سنضيف أ لأن الفعل مصرف مع أتر إلى غير ذلك نأخذ الاحتمال بأن الجه مذكر إذن سنقول ج سوي أنتر دون الشامب أنا دخلت إلى الغرفة ثم عندنا أ لفعل لفعل إذن هي فعل قال الحقيقة إذن طبعا هي قالت الحقيقة هي قالت الحقيقة إذن سنقول هنا ماذا إذن هي قالت الحقيقة قالت شيئا ما إذن طبعا سنستعمل هنا أفوار إذن سنقول L A ج تيا L A إذن L A ثم نأتيب لفعل دي لوادي ال أدي لفيريتي هي قالت الحقيقة أ لدي لفيريتي أ لدي لفيريتي هي قالت الحقيقة ثم عندنا ن ثم عندنا أفوار فخوة طبعا كما غير لاحظ بأن أفوار تفيد هنا الملكية كما لو نقول ولو أنها معنوية طبعا هات أفوار سيصرف مع أفوار إذا قلت ن زافون فخوة نحن عندنا برودة كما لو أننا عندنا شيئ أنما كما لو عندنا شيئ أنما مثل ما نقول عندنا سيارة أو عندنا منزل لكن فالحالة هات عندنا هي معنوية نزافون فخوة إذا نحن عندنا الآن برودة إذا أردنا القول بأنه كان عندنا سنقول نزافون 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 فخوة نزافون نزافون فخوة نحن كانت عندنا برودة المقصود بأننا كنا باردين إلى غير ذلك ثم عندنا ج أنتند طبعا أنتند هو أفوار أو دير أو أفوار هذه تنتمي المجموعة الثالثة إذا ج أنتند مون برنا ج أنتند مون برنا أنا ثم عندنا فعل سامعة مون برنا اسمي أو لقبي إذا ماذا سنقول أنا سامعت اسمي ماذا سنقول ج طبعا أنا سامعت شيئا إذا أكيد سنستعمل لأكسليار أفوار إذا سنقول ماذا ج أنتند ج أنتند لپارتسيپاسي الخاص بفعل أنتند هو أنتند ج أنتند مون برنا أنا سامعت اسمي أو سامعت لقبي أو كنيتي إلى غير ذلك ثم لوتيام فخاز إلا سعيد إلا سعيد كما نقول أنه جعل نفسه يسريع لعدم الوصول في تأخر إذن هم أسرعوا لكي لا يصلوا متأخرين إذن ماذا سنقول هنا؟ لدينا نفسه كما تلاحظوا مسبوق بهذا السوء هذا الفعل أكيد بدون تفكير أنه يصرف معه لأن الفعل يقع للشخص قال أفعال لعند السوء كما قلنا أن تحدث من الشخص وإليه هو الذي جعل نفسه يسريع إذن أسرع المقصود بها أنه جعل نفسه يسريع وقف جعل نفسه يقف استيقظ جعل نفسه يستيقظ إلى غير ذلك إذن نتكلم عن هذه الأفعال بهذا المعنى إذن هذه الأفعال بهذا المعنى تتعني بأن الفعل حدث لهم تعني بأن الفعل يحدث الفاعل الفعل منه وإليه وبالتالي أكيد أنه تصرف مع أطر ولا تصرف مع أفوار إذن كل أفعال لعند السوء أنه تصرف مع أطر إذن نقول ماذا؟ مع إيل فالأصل نقول إلسان نقول مثلا إلسان ديبشي ولكن عدنا هاتسو أنه تعود إلى أصلها سنقول هنا إلسان ديبشي إلسان ديبشي طبعا نتكلم عن الجمع المدكر إذن أكيد سنو ديبشي إلسان ديبشي إلسان ديبشي إلسان ديبشي إلسان ديبشي ثم عندنا أيل سوماكيي أيل سوماكيي أنهن يزين أنفسهن طبعا سوماكيي كما نقول زينا نفسه سوماكيي كما نقول صبغة نفسه زينا نفسه إلى غير ذلك دوفون المغار أمام المرآت إذن نتكلم عن هي ثم سوماكيي إذن نتكلم عن صبغة نفسها أو تزين نفسها دوفون المغار أمام المرآت إذن ماذا سنقول هنا؟ طبعا الفيعل في الباسي كومبوزي أكيد سنستعمل في الحالة لأكسيليار أتر في الباسي كومبوزي باش يكون عندنا المساعد ضروري كون في الباسي كومبوزي إذن نقول ماذا؟ أل أولا نأتب لأكسيليار أتر ألي أو إلي في حالة المذكر إلي في حالة المذكر ألي في حالة المؤنت نفس الأكسيليار ثم نأتب هات سو طبعا مع أل أن تعود إلى أصلا كما قلنا أل سي أل سو أي أل سو أي طبعا نحدي فد أه وندع أبوستخوف فنقول أل سي ماكيي أل سي ماكيي ومدام أن فعل ماكيي أنه يصرف مع أتر مع الأكسيليار أتر طبعا سنضيف أه نضيف أه الخاص بالتأنيت لأن الفعل مصرف مع أتر دوفون المغوار إذن نقول أل سي ماكيي دوفون المغوار ثم عندنا تي علي شيطا وزين تي علي شيطا وزين إذن تي أنت أو أنت في حالة أخرى علي دهب شيطا وزين عند جارتك أو جارتك إذن نقول أولا تي تي علي أنت دهبت شيطا وزين تي علي شيطا وزين إذا كنا نتكلم على المؤمنة بنفس الطريقة نضيف أه تي علي شيطا وزين أما إذا كنت مذكرا نقول تي علي شيطا وزين أنت دهبت عند جارتك ثم عندنا أل أتر ثم عندنا أل أتر دو فو شلوي أل ثم أتر دو فو شلوي إذن طبعا سنقول أل ثم أتر أتر يعني كان أتر المقصود بي كان وهذا أتر هو التي يجي للإشارة مساعد لكن ما ننسوش بأنه تعني كان إذن أل أتر دو فو شلوي طبعا أتر في الباسي كومبوزي هنا المقصود بي بأنه هي كانت دو فو شلوي كانت مراتين عنده كانت مراتين عنده المقصود أنها زارته مراتين في منزله إذن سنقول هنا ماذا؟ إذن أتر يصرف في الباسي كومبوزي أو حتى في الأزمن المركبة الأخرى يصرف مع أفواغ لو ضغب إذن أتر مالي تكون بحده وتنبقى نصرفه في زمن مركب مثلا كالحالة التي عندنا هنا نريد تصريفه في الباسي كومبوزي ممكن أننا نريد تصريفه مثلا أو أو إلى غير ذلك إذن فإذن الحالة يصرف مع أفواغ يصرف مع أفواغ هنا طبعا سنصرف أفواغ في البريزون إذن سنقول L A ثم نأتي بالParticipation الخاص بفعل نقول A T نقول A T دو فوشلوي هي كانت مرتين عنده L A A T L A T دو فوشلوي إذن L A T دو فوشلوي إذن هي كانت مرتين عنده إذن طبعا A T يصرف مع أفوغ بالمقارنة بالقاعدة التي نعرف بأنها هي التي كانت بنفسها ورغم ذلك كما نراحض بأننا نصرف أت الذي يعنيها هي داتيا فرغم ذلك نصرفه مع أفوغ أت دائما يصرف مع أفوغ في الأزمن المركبة هو واحد من هذه الأزمن المركبة المهم أننا نتذكر جيدا بأن أت يصرف مع الأكسلية أفوغ ثم عندنا شوزير أت اخترت بمعنى آخر يعني مرافقك مرافقك أو زوجك أو صديقك إذن سنقول هنا vous avez choisi le participace الخاص بفعل شوزير هو شوزي le verbe choisir سيصرف مع أفوغ سنقول ماذا vous avez choisi votre partenaire votre partenaire أنتم اخترتم رفقاءكم أو أزواجكم إلى غير ذلك إذن vous avez choisi votre partenaire ممكن أننا نتحدث عن إنات فنقول vous avez choisi بنفس الطريقة لأن الفعل المصرف مع أفوغ لن يكون هناك تغيير مدام أن الفعل الممتل في le participace كما عندنا هنا شوازي مدام أن هذا الفعل مصرف مع لكسلير أفوغ إذن لن يكون هناك تغيير vous avez choisi votre partenaire أنتم اخترتم رفقاءكم أصدقاءكم أزواجكم إلى غير ذلك إذن نكتغي بر القدر حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله